أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وتركيبة جديدة في البداية حاب أقول لكم كل عام وأنتم بخيبوا من السابق شهر مطان المباركة إن شاء الله هنتعلم مع بعض تركيبة جديدة وهي طريقة عمل سيرام مضاد للتجعي حلقة النهاردة لتعرف على فوائد السيرام تركبته طريقة عمله بالإضافة إلى سؤال الحلقة وطبعا لو حابين تشتركوا في المسابقة إلا نعملها على القناة للفوز بنسخة مجانية من كتاب 25 تركيبة مجانية احترافية للبديك بطر ما تنساش ترجعوا إلى فيديو سروط المسابقة وتفاصيلها تجدوا اللينك تحت في صندوق الفصف أول لينك بإذن الله طبعا بنا نبدأ لتعلم طريقة عمل سيرام التجعي البداية ما هي فوائد سيرام التجعي أولا هو بيعطي نظارة للبشرة وبيعمل على ترتيبها بعمق يدي البشرة مظهر اللازكن اللي احنا كلنا طبعا بندور عليه واللي بنشوفه في بشرة الكوريات تمام طبعا بيساعد على الحد من التجعي دي المبكرة والحفاظ على البشرة من التأثير الضار لأشعة الشمس الضارة وترقم شغار للحرة في البشرة لأنه بيحتوي على مضادات أكسادة قوية من أهمها الفيتامين E طريقة عمل سيرام المضاد للتجعي أولا التركيبة بالنسب في البداية نحتاج 35% من زيت بزور العنب 42.5% من زيت الججوبة 1% من زيت النبق 20% من زيت الرزهب 0.5% من الكوانزايم Q10 بالإضافة إلى 1% من الفيتامين E أنا ذكرت التركيبة في الأول بالنسب لأنه كثير بعد يسألني على التركيبات بالنسب فأنا إن شاء الله في التركيبات القادمة كلها هقول التركيبة بالنسب في الأول وبعد كده هذكروا لكم بالتفصيل بالجرامات التركيبة بالجرامات هنحتاج 15.16 جرام من زيت بزور العنب 18.18 جرام من زيت الججوبة 0.45 جرام من زيت النبق البحري 9 جرام من زيت رزهب 0.21 جرام من الكوانزايم Q10 0.45 من الفيتامين E بالنسبة للمواد الفعالي يا جماعة هتلاقوا تفاصيلها وبشرحها كلها في محاضرات كورس أسئلة تصنيف مستحضرات التجميل هتجدوا البلايلست بتاعتها موجودة على القناة وهنا طبعا فيه سيرم المطاط للتجايد مش محتاجين مطاط حفظة لأن أولا هو المنتج نفسه مش هيطوله ماء احنا بنتستخدم القطارة والبطل النفسها بيبقى فيها بامب صغيرة بنضغط عليها بتتنزلنا قطرات من السيرم السيرم زيتي فبالتالي المنتج نفسه مش هيطوله مية فبالتالي مش هيحصله بطلاف أو تتكون فيه بكتيريا خصوصا ان احنا كمان بنخسل الأبوات وبنعقمها وبنجففها قبل من نضع فيها المنتج طريقة التصنيع طبعا يا جماعة لازم نخسل ونجففه ونعقم كل الأدوات المستخدمة بالإضافة كمان للأبوات والسطح اللي احنا هنشتغل عليه هنلبس جلافز وكمامة ونغطي شعرنا عشان نحافظ على المنتج نضيفه مايقعش فيه اي حاجة من شعرنا او حتى من الرزاز بتاع النفس نجيب بكاريكون جافه معاقم وهنضع فيه زيت الشيوبة زيت الرزهب زيت بزرع العنم وزيت النباق بعد كده طبعا بنقلب المحتويات البيكر كويس جدا وبنغطيه بفقيل وبنحطه لحمام مائي لمدة 10 دقيل وبعد كده بنشيل البيكر وبنستنى شوية وبعد كده بنضيف الكونزيم Q10 وبنبدأ نقلب كويس جدا لحد ما يدوب في الزيت بعد اخفض دربة الحرارة بنضيف الفيتامين E ونقلب كويس جدا عشان المكونات كلها تتجانس وبكده السيرم بتاعنا جاهز كل اللي علينا ان احنا هنعبه فيه العبوات اللي احنا عقمناها كويس جدا وغسلناها وبنستلاش طبعا نضيف الاستيكر الخاص بينا بالبراند بتاعنا ودلوقتي معاد سؤال الحلقة وحلقة النهاردة يا جماعة هي اول حلقة من 30 حلقة اللي هيكون جايزته من شاء الله هو كتاب وعشرين تركيبة احترافية وسؤال حلقة النهاردة احنا ليه ما حطناش مضى حفظة في السيرم المضاد للتجاعيد اللي احنا عملنا النهاردة ما تنسوش طبعا بتترجو اجاباتكم من تعطي في التعليقات ولو انتم حابين تشاركوا في المسابقة كمان اذكروا ان انتم معانا فيها وشوفوا شورة المسابقة في الفيديو اللي اسمه فازي رمضان وما تنسوش تشاركوا في القناة واتفعلوا الجرس وتابعويني على السوشيال ميديا دمتم بخير حال وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته